اهلا بحضراتكم كابتن ابو القز وسندر فقرة الجمهور بيسأل وانت بتجاوي بجاهز معنا؟ جاهز فضلا فضلا برجاوي ابناء الترسانة القدامة اللي شافوا امجاد الترسانة في الستينات ليه متخلين عن النادي وبيقبلوا يشوف الدورة ازاي من غير الترسانة؟ لا احنا موجودين اذا نادي طلب مننا عمر ما واحد فينا بيتأخر عن النادي في اي حاجة اشتغل في المكان ده اشتغل اشتغل في المكان ده يعني انا اشتغلت في النادي ماسك مدير النشاط الرياضي وحمام السباحة ده بعيد خلص عن الكورة بعيد عن الكورة هل بيبعد مقصود ان يبعدك عن الكورة؟ كان فيه ضغوط من بعض النجوم ان يخليهم بعيد اشتغلت فيهم ونجحت وطلعت ان فيه فشل غير طبيعي في حمام السباحة كانت النتيجة قالوا لا ده هيخباص دينا البتاع بنقوله شكرا نلتولهم شكراً من حمان يبقى شكراً من نشاط الرياض وسبت النادي اللي بعده ايه رأت بالمتخب حالياً؟ بلو تقييمك ليه ايه؟ وإمتى هنشوف لعيبة من التلسانة بالمتخبة كابتنى عبدالعيد يعني المنتخب طبعاً مليان لعيبة كويسة على مستوى واللعيبة هو اللي بيفرض نفسه على المنتخب سواء القسم الأول أو القسم الثاني وطبعاً ما يجوا يبصوا هيبصوا للدور الممتاز الأول لأن الاحتكاك عبارة عن خبرات وإكتساب خبرات مش معقول هيجيب لعيبة درجة التانية وليه لا؟ لو موجود ده يبقى موهوب قوي بس مصري ما فيهاش هكابت الموصف اللي بعده؟ ليه حضرتك متخصص برنامج للقطاع النشئين والبراعم في نادي الترسانة لأنه هم دول المستقبل الترسانة في القاضي لو اتطلب مني مش هتأخر يعني ليه أنت ما تطلبش منه مكابت؟ ما نطلبش يعني أنا مما كنت مستشارة لحاج طارق كان في بعض أعداء مجلس دارة بيقولوا يكلم لحاجة لهم لأ مستشار يعني هو يطلب مني حاجة أروح عم نروحش أفرد لأنه هو ترامل أهم المستقبل أنت أولادي النادي اللي أنتو بتحب النادي موجودين أنت اللي تفرض عليه جاهز هو بش في دماغه لأ بيعالي المشاغل كتير لكن إحنا موجودين ولما بيتطلب مننا أي حاجة في أي وقت كلنا جاهزين يا حاجة طارق أنا اللي بطلب منك عشان خاطر نادي الترسانة كابتن أبو العز كابتن رأفة والناس دي كلها لازل تبقى قريب منهم كمان أنا عارف أنت بتبذل موجود كبير لكن جداً اتعب شوية كمان عشان خاطر نادي الترسانة ربنا يوفق كل بعده ليه حضرتك ما تضربش نادي الترسانة وتعيد الأمجاب بتاعته تاني ويطلع في الدور الممتاز زي بقيت النوادي كلها ممكن يحصل ده لا صعب لأن الواحد طبعا النواحي البدنية ما تنفعش لازم تبقى في الملعب لكن ممكن وضع برامج محاضرات ودي مهمة جداً والواحد الحمد لله تعلمت مع كابتن جهري كيفية وضع خطط تدريبية إلى جانب حاجة نقطة مهمة جداً برنامج تدريب غير برنامج التدريبيشي حاجة مهمة إزاي تقيم العام دي الفرقة بتاعتك واخطاها اللي بعده فأنا عايز أتسأل لكابتن أبوالعيز هو إيه اللي نقصت ترسانة دلوقتي عشان ترجع زي زي أيام أبي أبي العيز زي زمان وأيام كابتن الشياج لله رحمه كابتن مصطفى رياض وكابتن محمود حسن يقف وراء الحج طارق ويقيدوه يقف وراء زي كان يقف وراء يعني يقف يدعم بيبقى فيه لغط كتير الناس يقولوا إلى جانب اللعيبة إلى جانب نقطة مهمة جداً اعتماد شوية على ناشئين اتنادي النادي عنده بعض اللعيبة المميزة وده اللي هيظهر في الفترة اللي جاي إن شاء الله اللي بعده حضرتك يا كابتن ممكن تيجي تشوف ايه اللي ممكن يتعامل لنادي الترسانة مع مجلس الإدارة وتشوف ايه الحاجات اللي نقصة نفس نفسها والله طبعاً نفسها الترسانة اسمها كبير وبقول لهم الترسانة مش هيموت يا جماعة الترسانة مريض نتيجة مرض وضال وإن شاء الله هو في مرحلة الشفاء دلوقتي بإذن الله إن شاء الله لبعده يا ريت حضرتك تقول لنا إيه أكثر بطولة كانت لنادي الترسانة حضرتك حضرتها وكانت مؤثرة بشكل كبير في ذاكرتك وفي حياتك أي بطولة بناخدها كاس مصر أو دوري طبعاً بطولة ودهي أعلى بطولة في مصر وكننا نتمنى أن نلحق الاشتراك في بطولة أفريقيا لكن ما اسعفناش الوقت ترجمة نانسي قنقر